إني بحبالك معتظم يا رب لأحظى بعطائك لنعيم الخلد فلا يبلى والفوز الأعظم برضائك فالعمل الصالح مطرون بالرحمة يوصل لجنانك تلك الجنة فيها ما لم تره الأعين من عمائي تلك الجنة بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الواند الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك أرحم الراحمين أيها الإخوة الأكارم نمضي وإياكم في برنامج تلك الجنة هذا البرنامج نطل به على حضراتكم في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك نتحدث عن الجنة ونعيمها وأسباب الأصول إليها اليوم أتحدث إليكم عن الظرية يوم القيامة ذريتنا التي كانت في الدنيا أولادنا الأولاد والبنات والزوجة هل سيكون الإنسان حسب عمله في مكان والأولاد والزوجة حسب أعمالهم في مكان آخر هول المطلع يوم القيامة عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين الله عز وجل قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه بكل مرئ منهم يومئذ شأن يغنيه كيف سيكون المشهد يوم القيامة الأولاد خاصة إذا كانوا مرضيين كانوا صالحين وكانوا من أهل البر هل سيجتمعون مع آبائهم ومع أمهاتهم في الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس إن الله يرفع ذرية المؤمن إلى درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه ما أجملها من أعطية ما أجملها من أعطية الأب كان صالح وتقي ومؤمن وذاكر وخاشع وصائم ومزكي ونال درجات عالية أولاده مو من دائما الأبناء مش على مستوى الآباء دائما الأب يعني يكون في مستوى الصلاح الأبناء دونه والقانون له استثناء يجي يوم القيامة يريد يشوف أولاده يعني يمكن يعني في درجات آلاف الدرجات يلتمس من رب العالمين الله عز وجل يقول وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كل مرئٍ بما كسب رهين قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع ذرية المؤمن كلمة ذرية مو بس ابنه ابن ابنه سبحان الله من هذا الخير أنه الله عز وجل سيرفع لك ذريتك لكن بشرط أنه يكونوا من أهل الإيمان وليس من أهل النار الله عز وجل يجمعنا بذريتنا في الجنة أيها الإخوة الكرام الإنسان إذا امتحن في هذه الحياة الدنيا امتحان وأكبر امتحان هو الموت والمرض إذا فقد ولد من أولاده لمرض أو لعلة وصبر واحتسب يكون هؤلاء معه في الجنة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صغارهم دعا ميص الجنة صغار صغار الأولاد دعا ميص الجنة يلتقي أحدهم أباه فيأخذوا بثوبه كما أنا آخذ بصنفة ثوبك هذا أي طرفه فلا يتناهى حتى يدخله الله وأباه الجنة هذا اللي مات وصبر على قدر الله عز وجل وقضائه ياخده يوم القيامة يكون يستنى على بوابة الجنة هاي بشرة لكل إنسان فقد ابنه إن كان الفقد ولد ميت ولا إن كان عمره ستة أشهر ولا إن كان يعني عمره أربع سنين أو خمس سنين هذا كلهم هدول اسمهم أطفال هدول دعا ميص أهل الجنة الأطفال الصغار بيكون على بوابة الجنة هذا حيكون يعني رذيف لك في الجنة لن يفارقك ولن تفارقه يكون معك في قصور الجنة هذه بشرة أيها الإخوة الكرام مو بس يعني الرواية الأولى أباه والرواية الثانية أبويه طبعا لأم وأبوه هذه الأم لأن الأم أنجبت وأرضعت وعلمت وأدبت وأطعمت أي كمان حيكون لك ذخر هذه بشرة ونحن في آخر أيام شهر رمضان هذه بشرة لمن فقد ولده بمرض أو حادث أو قضاء من عند الله عز وجل هؤلاء معكم هؤلاء معكم في الجنة لا يفارقونكم أيضا أيها الإخوة الكرام الشهداء والشهداء عند ربهم لهم أجرهم هؤلاء يشفعون لأهلهم والشهيد يدخل سبعين من أهل بيته جنة الله عز وجل يلم الشمل هؤلاء هي كمان بشرة ثانية نحن بهالأزمة كان عنا شهداء عددهم كبير أم فقدت ولدها وأب فقد ولده وزوجتهم فقدت زوجها وأولادهم فقدوا أباهم وأخهم فقد أخاه هؤلاء الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم يستبشرون يعني يريدون أن يبلغوا أهل الدنيا تلك المنزل التي أعطاهم الله عز وجل إياها يريدون أن يعرفوا ما هم عليه من النعيم الشهيد يشفع لسبعين من أهل بيته وعندما يشفع له إنما يدخله يدخله جنة الله عز وجل وينال المرتبة التي عليها الشهيد الشهيد لما يشفع يدخله لوين للمكان الذي هو فيه وجنة الله درجات أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء يعني تصير الأم مكان يعني ولدها والأب مكان ابنه والزوجة في مكان زوجها والله عز وجل يجمع بينهم في تلك المنزلة أيضا أيها الإخوة الكرام الإنسان إذا كان له ولد صالح وخير كسب المرء ولده أعظم تجارة وأعظم عطاءه هذا الولد إذا كان صالح تقي إنسان مؤمن الأب انتقل إلى رحمة الله تعالى ما بلاقي إلا الله عز وجل عم يرفعه درجات إن الرجل لترفع منزلته في الجنة باستغفار ولده له أي في الدنيا وفي الله حال أقول الله عز وجل رفعه رفعه درجة يا رب ما نلت هذه الدرجة وهذه الأعطية وهذه المنزلة قال باستغفار ولدك لك وهي كمان مناسب نقول له الأخوان الكرام يلي آباء صاروا في دار الحق يعني تائما بالسجود وبعد كل صلاة ونحن برمضان الآن اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم سامحه اللهم تجاوز عنه اللهم اغفر له كتر من نهي هذه ترفع من درجاته أيضا أيها الإخوة الكرام أهل القرآن إنما يأخذون بيدي آبائهم الأب والأم ويأخذونهم إلى جنة الله عز وجل ويلبسون تاج الكرامة ويحلون بأبها حلة يصير الأب بمكان ابنه هذا ابنك اللي قرأ وقال له الله اقرأ ورقا فإن درجتك عند آخر آية تتلوها الأب والأم بيصيروا بمنزلة الإبن الله عز وجل بيجمع بيناتهم معناتها الله عز وجل ما حيفر بين الأب والأم يعني إن في الدنيا وإن في الآفرة وأما اللحاق المحمود اللي هو لكل مؤمن كل هيك المؤمن كان أولاده مؤمنين بس بشرط الإيمان يعني لازم الأولاد يكونوا على صلاح وعلى تقوى ولو يعني بدرجة معينة حتى يلتم الشمل شوفوا أخوانا الكرام هلأ الآن هيك سبحان الله أياما نشوف مشاهد لما أم بتروح لعند ولدها بالمطار بيحطوها أيام باليوتيوب وكذا أدي شهد اللقاء شون هيك بالجنة بكرة يوم القيامة اللحاق المحمود والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان هلأ إذا كان الأب يعني بياخد بإيد أولاده وإذا كانوا الأولاد بياخدوا بإيد آبائهم وهناك شفاعة لا شك أنه الإنسان حسب ما كانت أن يكون له شفاعة كما قال الله تعالى أيها الإخوة الكرام ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ومن صلح أول شرط أيها الإخوة الكرام الصلاح متى ما كانوا في صلاح في فرق درجات وما كذا هي مثل ما بيقولوا بما نعرفه استضافة لكن هذه استضافة دائم استضافة نسب ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم معناة الآباء والأزواج والذرية يعني الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء أبناء الأبناء وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار الجنة كله نعيم ومن نعيم الجنة المادي والطعام والشراب والذائذ أيها الإخوة الكرام ومن نعيم الجنة المعنوي النظر إلى وجه الله والاجتماع بالصحابة ولكن هناك غريزة والضل في غريزة حب الأبناء سبحان الله الإنسان بيبكي لما بيشوف ابنه يعني قدام منه ونجح بالجامعة وكذا طب يوم القيامة الله ما بدأ يجمعنا سوف يجمعنا لذلك ادعوا في السجود اللهم الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونحن وأولادنا وأزواجنا كما هي الآية ربنا وأدخلهم جنات عدم ادعيها لأولادك ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم اللهم تقبل منا وقبلنا وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعناه في هذا البرنامج برنامج تلك الجنة وأن نتذكر الجنة وأن نعمل لها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إني بحبالك معتصم يا رب لأحظى بعطائك لنعيم الخلد فلا يبلى والفوز الأعظم برضائك فالعمل الصالح مطرون بالرحمة يوصل لجناني تلك الجنة فيها ما لم تره الأعين من عمائي تلك الجنة